إلى سؤال آخر من فضلكم لم أكن أصلي وأريد تعويض ما فاتني من صلاة كنت مقصرة فيها إذا الحمد لله إذا فرط المؤمن في الصلاة لم يصلي وقتا من الزمن أو صلى وترك فهذا التفريط من الكبائر ومعلوم بأن أهل العلم مختلفون في إسلام تارك الصلاة فبعضهم يعتبره غير مسلم وجمهور أهل العلم على أنه مسلم المهم أن الإنسان إذا فرط في الصلاة فعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وعليه أن يقضي هذه الصلوات بحسب مستطاعه وأن يقضيها مرتبة فإذا كان عليه يوم صلى يوما كاملا اتداء من الصبح إلى العشاء وإذا كان عليه أكثر من ذلك فكذلك بحسب مستطاعه بقول النبي عليه الصلاة والسلام دين الله أحق أن يقضى ومما يذكر هنا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما ذكره الترمذي في سنن في جامعه يرى بأن الطفل إذا بلغ عشر سنين ولم يكن يصلي فالأفضل له أن يصلي تلك الصلوات ولعله رحمه الله تبارك وتعالى أخذ هذا من كون النبي عليه الصلاة والسلام قد آمر ولي الطفل أن يأمره بالصلاة وهو ابن سبع سنين وأن يضربه عليها وهو ابن عشر فمن هنا رأى هذا الإمام إمام أهل السنة رأى بأن على الإنسان إذا كان قد فرط في الصلاة بعد عشر سنين فعليه أن يأتي بها الله أعلم نعم شكرا لفضيلة تشيئ